بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين درس هذا اليوم معرفة الإخوة والأخوات إفراد هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل على مدى اهتمام علماء الحديث بالرواه ومعرفة أنسابهم وإخوتهم وغير ذلك ومن فوائده أن لا يظن من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب مثل عبد الله بن دينار وعمر بن دينار فالذي لا يدري يظن أنهما أخوان مع أنهما ليسا بأخوين وإن كان اسم أبيهما واحدا أمثلة على ذلك العلم أو على هذا العلم من مثال للاثنين في الصحابة عمر وزيد ابن الخطاب ومثال للثلاثة في الصحابة علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب ومثال للأربعة في أتباع التابعين سهيل وعبد الله ومحمد وصالح وصالح بنو أبي صالح ومثال للخمسة في أتباع التابعين سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة ومثال للستة في التابعين محمد وأنس ويحيا ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين ومثال للسبعة في الصحابة النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله بنو مقرن وهؤلاء السبعة كلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم في هذه المكرمة أحد وقيل إنهم حضروا غزوة الخندق كلهم من أشهر مصنفات في هذا العلم كتاب الإخوة لأبي المطرف بن فطيس الأندلسي وكتاب الإخوة لأبي العباس السراج هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم